اجتماعات القاهرة جاءت بعد جولات متعددة من المحادثات والاتفاقات الفلسطينية وهذه أهم المحطات التي مرت بها جهود المصالحة وقعت حركتها فتح وحماس عام 2007 اتفاق مكة الذي دعا إلى وقف الاجتماكات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفي عام 2008 نص إعلان صنعاء إلى عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل يونيو 2007 وتوصلت فتح وحماس خلال محادثات القاهرة عام 2009 لحل توافقي بمسئلة أجهزة الأمن وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تلتها جولة مفاوضات أخرى بالقاهرة عام 2011 نص اتفاقها على تشكيل حكومة انتقالية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وفي عام 2014 نص اتفاق الشاطئ على تشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع وانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر وتوصلت التفاهمات التي جرت في القاهرة عام 2017 للاتفاق على عودة الحكومة الفلسطينية لتسلم مهامها في غزة كما تم الاتفاق بخصوص موظفي حركة حماس اشتركوا في القناة